في هذه المسطحات المائية البعيدة ذات الطبيعة المناخية القاسية خلال فصل الصيف يأتي شهر رمضان بأجواء تختلف عما هي عليه في المدينة حيث أن سكان الهور يتكفلون بمهام يومية صعبة مثل رعاية قطعان الجاموس وصيد الأسماك في الأهوار خلال النهار وبرغم تعلق الناس هنا بالشهر الفضيل وتقوصه الروحانية الجميلة إلا أن ذلك لا يجعل من الصوم مهمة سهلة في ظل هذه الظروف كما يرى سكان الأهوار الصايد يأخذ مرات فطورة ويأخذ فطورة سحورة يستحر ويرجع خطيه ينام يطلع ساعة بثلاثة من الظهور ثاني يوم يرجع بسبعة الصباح نحن والله لا الحلال هذا الحلال نحن بالهور رمضان أجواء رقم حلوة وهاي بس هل حارة وتعب تعرف رمضان أنت يطق بك الشمس والحار والهور هذا الهور يختلف درجة الحلال وما أنت موثل من متقيسة على المحافظة في أهوار المشرح شرق محافظة ميسان يتوارث الناس العديد من التقاليد الرمضانية وأبرزها التواصل والزيارات الاجتماعية المتبادلة وتعرف عند أهالي الهور بالتسيورة فيما يشرع الشباب بإعداد وجبة الطابق والسمك المشوي على طريقة أهل الهور قبل ساعة من موعد الإفطار حيث تعد هذه الأكلة من ألذ وجبات الشهر الفضيل لدى أهالي الأهوار أجواء رمضان عندنا بالريف تختلف بالأكلات تختلف بالجيران واحد يود إلى الثاني من بعض البعض هم معناتها أكو اختلاف عن الأولاي والله اللي متميز بها الهور هي هنا الماشا على الهور الطابق والسمك وعند المساء توقض تنانير الطين ويرتفع دخانها وهي علامة على اقتراب موعد الإفطار الذي تعود قبله قطعان جاموس من رحلة إطعامها اليومية في الأهوار وفي هذا الوقت تبدأ النساء بإعداد خبز التنور وهو العنصر الأهم في المائدة الرمضانية وفيما لا يتمكن الجميع من إعداد السمك والطابق يقتنع الفقراء بما تبقى من إفطار اليوم السابق خبز التنور مرار يسوي طابق العدة يشتيه طابق يسوي سمش مثل دجاج لا أي ممكن لهم ممكن لناس اليوم مارقة باني عليها لحم لا ما عليها لحم والله بس ويا خضرة زلاطة هيها خبزات تنور برغم مهم العمل اليومية المتعبة بالنسبة لسكان مناطق الأهوار من الرجال والنساء إلا أنهم يقولون أن لشهر رمضان نكهة خاصة حيث الأكلات الرمضانية القديمة التي تمتاز بها هذه المناطق والعادات الأصيلة المتوارثة في التزاور وصلة الأرحام من أهوار ناحية المشرح شرق محافظة ميسان أكرم ربيعي الحرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر